وانت بعد ما بطلت هل فكرت في ذهنك انك تخش التحكيم ولا كنت حاطت في المراجعة انك هتبقى مدرب ولا هتبقى إداري ولا ايه السلك اللي انت هتمشي فيه أبويا رحمة الله عليديك هترغبة منه فرض علي قال لي انا اشايفك شو بص كان زمان مشكلة التحكيم في مصر كبار السن يا السلام لقى كبار السن جدا بيحاكمه فكان الكابتن حمد حسن بس جاءت حاجة ترمع صغير وبتاع قال لي انا عايزة كنت صغير كده خش التحكيم هتبقى حاكم كويس والحاجات دي كله شكلك صغير والحاجات دي كله تدي من دلوقتي انت تقبلت الم اه طي يعني كان لقى ساعته بقى الحاجة مصطفى كامل محمود قال لي الحاكم حر نفسه انت لو هتمرق نفسك ولا زيش تمرتبط وتقوى تثقف نفسك طبعا مصطفى كامل محمود قيمة يا سلام يا سلام قيمة يعني مش عايزة اقول نهر يعني فيه ناس تقول لي مثلا انت ده انت بقيت زي المصطفى كامل محمود قلت لهم يا ري طبقى ربعه لانه يعني حاجة حاجة عظيمة